السلام عليكم ورحمة الله انا وسلام بكم يا رب تكونوا دايما في احسن حال الفروميكا او خشب الملامين الشريط اللاسق بتاعه التعسومك بتاعه مشكلة ازلية بتقرق يعني كل الناس ممكن ينفصل منك وانت بتشتغل لسه مسلمة الشوت لقيه انفصل منك او بينفصل طبعا عند العميل عاجلا اواجلا الشريط ده بينفصل وهو قد بيكون فيه شغل جاهز وسعره غالي جدا وبرضو الشريط بتاعه مجرد شهر اثنين بتلاقي الشريط بتاعه بدأ ينفصل النهاردة ان شاء الله هنقدم فكرة بسيطة شفناها عند زميلنا اللي بيشتغلوا في مجال الصباغة وهي ان السمك ده بدل ما هنلزقه هنعمله صبغ او هندهنه تعالوا نشوف الطريقة مع بعض وانا شايف انها بصراحة ابسط بكتير واسهل وانجح من لزء الشريط اللاسق ده كده الشريط بيحصل فيه كده دايما في الاطراف بينفصل من هنا او لو فيه رف او درج بيحتاج بتلاقيه دايما من هنا بيتشلع بالطريقة دي وبيكون المنظر بتاعه سيء طبعا زي ما تشايفين تعالوا نهاردة احنا معانا قطعتين خشب اللي هم لون الاسود واللون البني ده هنعمى عليهم تجربة بان السمك ده هندهنه بحيث يديك نتيجه افضل ومعمرة اكتر بكتير جدا من الشريط ده اول حاجه السمك ده لازم يكون ناعم جدا تمام فاستخدم صنفرة تكون ناعمة ازيد مثلا من حوالي الف يمكن الف وخمسمية الف وثلتمية على حسب يمكن تكون ناعمة تمام واجب قطعة خشب وابدا اثبتها فيها سبتها بالمصامير سبتها بالدباسة على حسب ما يتاح لك الدباسة دي يا جماعة دي دباسة سويدي تمام الدباسة دي موجودة في مصر في ناس كتير سألت عليها لامركة ربيد دي موجودة في مصر على موقع جاست بيس تمام كده انا صنفرت السمك بتاعي واصبح ناعم تمام اجيب بعد كده اعمل ايه بقى اجيب دهان مائي مطفي اسمه في مصر بيسموه بلاستيك في دول الخليج بيسموه امنشان مطفي وفي تونس والجزائر والمغرب الدهان بتاع الحوائط المائي المطفي تمام كده اهو دهان عادي جدا ارخص حاجة مفيش مشكلة وبعدين الرولة اللي استخدمها ماجيبش رولة يكون شعرها كبير دي لا استخدم رولة يكون الشعر بتاعها صغير جدا دي اسمها رولة بتاع الدهان الزيتي تمام تكون نوع اصلي شعرازه غير جدا هي دي وبعدين ابدأ ااخد من الدهان كده زي ما هو من غير مخفوه تمام وابدا افرده هنا كده على قطعة خشب حيث يتفرت كويس جدا مع الرولة بالشكل ده واصف الرولة شايفين اصف الرولة ما خليش الرولة تاخد كمية كبيرة اهو تمام كده انا ايه صفيت الرولة والدهان تقيل عشان ما يسقطش مني زي ما هو من العلبة بعد كده ابدأ اجيب الخشب بتاعي اهوات على السمك وابدأ امشي ادهن السمك طالما الرولة بتاعتك شعراء صغير وانت مصفيها كده هتلاقي الدهان يطلع معك مظبوط جدا وما يسيلش شايفين فيش اي تسيب قديها وجه واسيبه لما ينشف وبعدين قدي وجه تاني يتبنى بدي وجهين شايفين فيش اي تسيل اهو طب نفترض نفترض ان هي سيلت منك كده مثلا اهيت تمام تسيل ده ده كده الجزء اللطش منك لو هو حاجه بسيطه ممكن تشيله على طوله هو لسه لم يجف انه دهان مائي اما لو الشغل كتير جدا ولقيت حاجات كتير فبتسبها لحد ما تجف وبعدين تجيب سكنة المعجون وتكحتها ولكن ما تكحتهاش للخارج اكحتها للداخل بالمنظر ده كده هتشيل اثر تمام هيفضل بقايا خفيفة جدا بقطعة قماش مبلولة مية وتبدأ تمساحها كده هتشلك اثر اي دهان تمام كده خلاص انا دهانته وجهين تمام وتم الجفافة وزير الفول ما فيش مشكلة ابدأ بقايا كده بقايا جيب صنفرة برضو 2500 تكون نعمة جدا بس تكون مستخدمة الصنفرة دي انا يدوبك بس هاشيل لو فيه اي رايش لانه هو اساسا ناعم يعني ولكن صنفرة خفيفة جدا بعد كده ابدأ اجيب بقا دهان زيتي او دهان لكيه تمام واخد بالرولة كده كمية مناسبة ونفس الموضوع افرد الدهان اهم حاجة ان انت تصفي الرولة كويس جدا تمام هوت وبعدين اجي على الشغل بتاعي على السمك وابدأ ادهن ادي له وجه وبعدين اسيبه لما يجف ادي له كمان وجه واللون البني كذلك ابدأ اجيب لون يكون مقارب للاشرة لون زيتي برضو وابدأ ايه ادهن السطحي والطريقة دي كده لو لقيت اللون طبعا اللون مقارب للاشرة هوا لو لقيت اللون فاتح شوية ممكن تدي له وجه تاني المهم يعني تحاول تجيب درجة تكون قريبة من درجة القشرة دي نفسها ولو انت شاطر شوية ممكن تجزعها بحيس تديك نفس الدرجة دي ولكن الفكرة كلها ان انت بتدهنه بالدهان الزيتي او لكيه او دهان الدوكو او الدهان الناري هيديك نتيجة ممتازة جدا لو انت عندك دهان ناري او دهان دوكو ممكن تدهن السمك بالدهان الدوكو او الناري اللي هو الدهان بتاع السيارات تخفه في شوية تنر وطالما ان هي مساحة صغيرة زي دي هتعرف تدهنه كويس بالرولة لو انت عايز بقى تحمي الدهان بتاعك ده سواء كان لكيه او دهان زيتي لو انت عايز تحميه ممكن تدهنه بالرولة برضو بورنيش السيارات الدوكو او باللاكر الشفاف برضو هو ورنيش فهيديك طبقة حماية ويحميه من الاحتكاك ويديك نتيجة ممتازة جدا ده كده الخشب وده السمك بتاعه قبل الدهان تمام بعد ما دهناه اصبح بالمنظر ده زي ما انتو شايفين كده السمك بتاعه رائع جدا وممتازة هو ودي قطعة الخشب التانية ده السمك بتاعها ده كده الطريقة اللي احنا اشتغلنا بها النهاردة تمام الطريقة دي ايه الميزة اللي فيها الميزة اللي فيها ان هي يعني اكسر التصاقا بالسمك بتاع الخشب ما بتنفصلش تاني حاجة ان هي لان هي دهان طبعا فمش هتنفصل تاني حاجة ان هي سهلة التجديد والصيانة يعني انت ممكن مثلا بعد شهرين تلاتة سنة لقيت السمك ده تجرح وتخربش ممكن تعيد طلاقه تاني مفوش هي مشكلة فانا شايف ان هي انجح بكتير من موضوع الشريط ثانيا الوقت اللي انت هتستخدمه في انك تدهن السمك ده انا شايف تقريبا ان هو نفس الوقت اللي انت هتستخدمه لو بتلزق شريط او ممكن كمان يكون اقل يعني انت لو بتلزق بشكل يدوي بالمكوال الكهربائية وكلام ده تاخد وقت اما موضوع الدهان ده انا شايف ان هو اسرع من وجهة نظر يعني اموما لو انت مصر على موضوع لزق الشريط فاحنا عملنا فيديو قبل كده هيظهر دلوقتي في الفيديوهات المرشحة تضغط عليه وتشوف طريقة لزق الشريط العادي تمام طيب تركيب الفروميكا على الجدران او تكسية الحوائط بالفروميكا كمان هيظهر دلوقتي الفيديو الخاص به تقدر تشوفه وهسيب لكم الفيديوهات دي كمان في شريط الوصف اتمنى الفكرة تكون بسيطة وتكون نكحة ان شاء الله تقدر تستخدم الشريط اللازق لو حابب وتقدر تستخدم الطريق دي لو عايز تجربها وان شاء الله تكون نكحة معاك نعودكم لنا بالتوفير والله مجزير خيرا في الدنيا والاخرة والسلام عليكم ورحمة الله